دايماً بيكون في عدة عوامل نقدر نقرأ من خلالها أهمية الزيارات الرسمية ودلالتها أيضاً من أهم هذه العوامل هو عامل التوقيت عايزة أعرف من حضرتك أهمية هذه الزيارة خاصة في هذا التوقيت يعني الشهر الماضي زر الرئيس سيسي الإمارات العربية المتحدة وكانت تعرض لهجوم رهابي شديد من الحسيين وأكد الرئيس على أمن الإمارات وأمن الخليج وجزء من أمن القوم المصري إذن التوقيت مهم وهذا الشهر يزور الرئيس سيسي الكويت ويلتقي بشقيقه الأمير نوافل أحمد ليؤكد دائماً السوابة المصرية بأن مصر تعتبر أن أمن الخليج وجزء من الأمن القوم المصري وهي تهديد لهذا الأمن وتهديد الأمن المصر ويؤكد أن مصر بكل إمكانياتها تقف إلى جانب الدول العربية والدول الخليجية في تحقيق استقرارها وأمنها وبالتالي هذا توقيت مهم لأن المنطقة العربية يعني خاصة في العقد الأخير تتعرض لتحديات كبيرة يعني نقول أن هناك حالة من الهلمية والسيولة نتيجة لاتشار الصراعات في بعض الدول الحروب، قطر الإرهاب، أزمات كثيرة تدخلات خارجية في المنطقة العربية وبالتالي هنا مصر في التوقيت ده هي ما نقول عليه بتلم شمل العرب أو تسمى مصر هي القاطرة الآن التي تقود العمل العربي المشترك في الحفاظ على النظام الإقليم العربي على التعاون العربي دفع هذا النظام ومجاهة التحديات وبالتالي هي زيارة مهمة في توقيت في مقرجاتها سواء على صعيد العلاقات السنائية بين مصر والكويت وهي علاقات طبعاً علاقات تاريخية سنتحدث عنها أو على مصار القضايا والأزمات الإقليمية والتحديات اللي بتواجه الأمة العربية كما أنها أيضاً تأتي في توقيت مهم يعني في الإطارة الاستعداد للقمة العربية المقبلة بالجزائر ونحن نعرف أن الكويت يترأس الدورة الحالية الجامعة العربية وبالتالي يتمثل أهمية كبيرة في هذا التوقيف ترجمة نانسي قنقر